اشتركوا في القناة الشعب المتفائل المحب للخير لما حصلت قزمة كورونا وبتدينا نتكلم عنها بتدينا نشوف ان فيه وده شيء طبيعي جدا قلق وخوف وهلع بتدينا نشوف ان فيه التزام بالتدابير الاحترازية من تلقاء نفسنا عدت الموجة الاولى وبنتكلم على الموجة التانية بتدينا نشوف ان المواطن ابتديت اقلم خلي بالك دي ازمة غير اي ازمة احنا مرنا بيه خلي بالك ده تحدي بيواجه البشرية بيواجه العالم العالم كله وانت بتابع هذا المشهد واحنا شعب مثقف ومتطلع شفنا ما حدث في دول العالم او كبرى دول العالم وانهيار شامل وكامل لكبرى المؤسسات والكينات الطبية الكبرى كانوا قافين عجزين على ما بتدوا يستوعبوا هذه الصدمة كان مرت شهور وقت طويل وكان حصل وفيات كثيرة واصابات على مستوى العالم منذ بدء ازمة كورونا كنت بتكلم على التدابير الاحترازية وكنت بقول لحضراتكم دايما نخلي بالكم احنا تتربينا وتعلمنا على ان الوقاية خير من العلاج النهاردة هو مفيش كلمة علاج هي الوقاية حفاظهم على حياتك وحياة الاخرين لان كل واحد مسؤول عن جانب من المجتمع رب الاسرة اللي بيخرج يوميا هو بيرجع لبيته مرة تانية فهو مسؤول ان هو يحافظ اثناء عودته لمنزله انه ما ينقلش العدوى وقد لا تظهر عليه اي اعراض لك انه يقدر انه ينقل منذ بدء الازمة قلت ان المصافحة اصبحت جريمة والعناق والقبلات انتحار قلت ان التجمعات هي بمثابة خطر داهم على المجتمع كله فلازم يبقى عندنا وعي في الاولاة الاخيرة في اعلان عن انتاج اللقاح ووصول ضفعات الى مصر والبدء في اعطاء هذه الجرعات لمن له الاولوية او الصفوف الاولى اللي هي بتواجه هذا التحدي ولكن ده مش كفاية لازم احنا كمجتمع يعني بقى عندنا وعي ان كل اصابة جديدة هي بتمثل عبق على المنظومة الصحية هي بتمثل خطر داهم لانتشار الفيروس ومش عايزين نتطمد دي ازمة غير كل الازمات اللي بنمر بيها ده تحدي جديد مش لنا كمصريين ولكن للبشرية كلها بشكر القطاع الزراعي بكل بدخلاته وعلى رسوم الفلاح المصري وبشكر الارض الزراعية اه بشكرها فعلا لان ارضنا الطيبة ارضنا الخيرة حفظت على الامن القوم الغذائي في ظل ازمة صعبة جدا وفي ظل وقت كنت كل حدود العالم مغلقة ولكن الحمد لله احنا كان عندنا استقرار في كل المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وايضا الخضر والفاكهة ده من اين من الارض ومن الفلاح وفي نفس الوقت وعي كبير جدا عند الفلاح وساعده في هذا ايضا ان فيه امان حيوي في اراضينا ان احنا ممكن نشتغل ونزرع وما فيش تقارب جسدي دايما بقول التقارب الجسدي يختلف تماما عن التقارب المجتمعي بلاش تقارب جسدي ولكن في نفس الوقت احنا محتاجين تقارب مجتمعي زي اللي بيحصل دلوقتي معاكم من خلال شاشة مصر الزراعية بنقش اهم الملفات وبنديكم اهم التوصيات اللي احنا محتاجينها في هذه الفترة فلازم نبقى متأكدين وعارفين ان احنا نقدر نخدم البلد ونخدم نفسنا بدون تقارب جسدي